أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامين غلبت الروم في أدل الأرض وهم من بعد غلبهم سيظلمون في بطع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يغرف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتبكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينما إلا بالحق وأجل المسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاهم أرهى وعمروا أكثر مما عمروا وجاءت رزلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين ساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزمون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فأم في روضته يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محطرون فسبحان الله حين تمسون وحين تسلحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تغيرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويعي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أم خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أم خلق لكم من أنفسكم أزواجا من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واخلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منابكم بالليل والنهار وابتواركم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا ويلزل من السماء ماء وما يحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعبدون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا جعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له مقالتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أغن عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم في سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغيرهم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقل وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوا واقعوا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرعون وإذا مس الناس دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريقهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كان به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرقوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبصط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآتد الكربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يحييكم ثم يحييكم هل من سركائكم من يقعب من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى برما يشركون ظهر الفساد في الفر والبحر بما كسبت أيدي الناس بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين قبل كانوا كان أكثرهم مشركين فأقن وجاك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من قضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يُوسِلَ الرِّيَاحا وَمَّ شِرَاطٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهَ ولتجري الفلك بأمره ولتبتقوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قوه فجاءوا من بينات فانتقلنا بنا الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يُوسِلُ الرِّيَاحا فَتُثِيرُ سَحَاباً فَيَبْسُطُوا فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجَعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْنُذُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِنْ كَالُوا مِنْ قَبْلِ أَيْنُزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُدْسِينَ فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مُوتِهَا إن ذلك لمحي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحاً فرأاً مصفراً لظلوا من بعده ينفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بياد العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجربون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرة ولا يستعتبون ولقد ضربنا للناس لهذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقول أن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم